الحلقة النهاردة الحقيقة بناء على رغبة عدد كبير جدا من حضراتكم تجربة بيمر بيها أسر كتيرة جدا جدا وطلبوا مننا أن احنا نتكلم فيها معاكم يعني تجربة أن الطفل يروح الحضانة أول مرة أنا بتكلم عن الحضانة مش المدرسة الحضانة اللي هي الأماكن النهارية اللي بيقضي فيها الطفل وقت في الفترة الأولى من عمره واللي احنا اتفقنا أن موعد ذهاب الطفل للحضانة بيختلف حسب ظروف كل أسر يعني فيه ناس بتودي الأطفال للحضانة دي من عمر ثلاث شهور فيه أمهات تقولك أنا بشتغل والشغل عندي مش مديني أجاسب مثلا يعني فيه أطفال تانية بتروح الحضانة من ست شهور فيه أطفال تانية تروح من سنة أنا بشكل شخصي مش أنا يعني العلم يعني بيقول أنه الوقت المثالي أن الطفل يروح الحضانة يكون بعد سن سنتين مش معنى كده أن اللي بيروحوا قبل كده غلطانين أنا بقول لكم الوقت المثالي المثالي ودايما كلنا بنحاول نحقق المثالي لكن لو معرفناش فيه الطبيعي أو فيه المقبول برضه يعني ما فيه عاش خطورة بس طبعا كل ما عمر الطفل كان صغير كل ما كان فيه صعوبة في التجربة دي على كل الأطراف الحية على الطفل وعالأم وعالأب وعالحضانة نفسها يعني بتبقى عايزة استعدادات معينة تجربة أن الطفل يروح الحضانة لأول مرة وأنا بكرر أن كلامي مع حضراتكم النهاردة عن الحضانة اللي هي ملاش علاقة بالمدرسة مش الكي جي وان والكي جي تو لا الحضانة اللي أنتو بتدوروا كده على مكان الطفل يروح يلعب فيه ويبقى عنده كده حياة اجتماعية على قد طبعا عمره وعلى قد خبراته في الحياة هنتكلم مع حضراتكم عن التجربة دي من خلال أربع محاور مختلفة مهم جدا أن حضراتكم تعرفوا هذه المحاور أو الاتجاهات الأربعة بمعنى أدق هنتكلم عن نصايح تخص الأم الأم اللي ابنها أو بنتها بيروحوا الحضانة لأول مرة هقول لحضرتك نصايح ومحور يخص الطفل حاجات عن الطفل يعني ومحور يخص الأب ومحور رابع وأخير يخص الحضانة نفسها